يلا بينا تعالوا نعمل السحلب قلنا المشروب المشهور جدا في الشتاء هو السحلب السحلب فيه ناس فاكراء انه بس لبن مع نشا وسكر وخلاص لا السحلب يعتمد على القاتي هنعمل الخلطة مع بعض هجيب وعق ونعمل الخلطة مع بعض النكهة الظهرة في السحلب هي المستكة نكهة المستكة المستكة من الحاجات اللي انا عارفة انها غالية بس مقدار قليل منها بسيط بيدي الطعم لانه لو زاد المقدار فيش كرم في المستكة بتمرر اي حاجة بتحط المستكة فيها بزيادة بتقلب مرة هناخد بصوا احنا عندنا كنز هنا من قبل ما تغلى قوي المستكة شوية المستكة دول يعني يورسوا هناخد بالزبط للكمية احنا هنعمل علبة نحطها في المطبخ ناخد منها انستانت سريع يعني سريع التحضير فترة في الشتاء يعني ده يعد معانا شوية حلوين هنقوم واخدين في المطحنة المستكة لازم تتحل هتحنها مع سكر حواليكم قد دقيق بصوا انا خدت هنا اربع فصوص بالزبط هنتحنها مع سكر خشن سكر عادي مش باودر عشان تدوب جوه السكر ولو عندكم هون مش للتوم انا بس اللي هون اللي عندي هنا كله طعمه توم ممكن ندقها بالهون مع السكر لانه ادقت لوحدها هي زي اللبان زي شوية لبان الدكر او الجم بالتعجن كده فهنتحنها الاول مندوب المستكة في السكر وعلى فكرة ممكن تعملوا الحركة دي لو انتوا عايزين تعملوا حتى هتجنن بصوا ممكن تتحنوا المستكة مع السكر وتحطوها في علبة لاي حلويات عايزين تطعاموها بالمستكة انتوا خليتوا اربع خمس فصوص يدوكم طعم بكمية كبيرة فاحنا هنحط هنا المستكة ركزوا معي هنحط كباية دقيق رز بيبقى فيه ترميلة كده السحلب كباية دقيق رز حطينا اربع خمس فصوص مستكة معاهم السكر ده تقريبا ربع كباية هنحط لهم لبن بدرة كباية برضو حال كده احنا مش هنحتاج غير مية وحنحط لهم ثلاث معالق كبار من النشا حال الحاجة الاساسية في السحلب سواء كان سادة او بمكسرات السمسم السمسم بيبقى مطحون جوا يعني ده لو قلنا سحلب سادة برضو بيجي جوا السمسم السمسم بتديله طحنة كده حطو مطرح المستكة هنحط تقريبا ربع كوب سمسم او اكتر شوية اللغطاء السمسم هنا خلى الخليط ده في كالسيوم كتير طحنة كده بنكسره يا دوبك تكسيرة بسيطة ده بيخلي طعمه يظهر هنقوم مقلبنهم اه هيتحط له سكر بودرة لو مش حابين تحطوا السكر خلوا السكر برا لو حتضيفوا عليه السكر يبقى بودرة فهنحط سكر كمية اللي تحبوها ونقلب الخليط ده ونحطه في العلبة وقادي خليط مسحوق السحلب البيتية كده بقى السحلب نفسي اشرب سحلب مية سخنة يلفوا على النار عشان بس يتقل شوية ناخده هنا ناخده من الله ان شاء الله يعمل لنا كمية كبيرة جدا سقلبه كويس عشان لما دلوقت حالا نعمل سحلب مع بعض يتقل كويس اذا عندنا كباية دقيق رز وصدها كباية لبن بدرة وصدها تلات معالق كبيرة من النشا نشا الدرة حطينا عليهم سكر باودر لو عايزين سكر باودر نحط بودرة حسب الرغبة حطينا اربع خمس وصوص مستكة تحناهم مع ربع كباية سكر وحطينا برضو ربع كباية سمسم مطحون وبقى عندنا بصوا بقى نقفل ونكتب عليه من بره نشوفها بس مسحوق السحلب احنا عملنا كل حاجة في البرنامج كل حاجة ده هنعمله حالا مع بعض هناخد احنا عندنا قريدي لبن لا احنا عايزين قولنا ميا اخد ميا سخنة هو قريدي فيه لبن فيه ناس بتحبوا كريمي قوي كنترول ممكن تتعامل بلبن ممكن تتعامل بميا لو حبينه كريمي هتعملوه بلبن لانه قريدي فيه لبن بودرة بس هناخد هنا استنوا هناخد من اللي حضرناه هنا بره العلبة نحط معلقة نحط الكمية دي كلها هنعمل على قدها نملأ الحلة في ناس حبوا خفيف في ناس حبوا بتاكل في المعلقة يرجع لكم مضرب سلك والميا ونقلب وإنستانت سحلة بمجرد بس يسخن على النار عشان الرز والنشا يبتدوا بس يربطوا السائل بس شايفين على طول أهول حليب لبن البودرة هو اللي إداله على طول اللون خلونا ما نزودش مياه حننشوفوا تقل قد إيه لو حابين نخفوا حنخفوا طيب عندنا إيه دلوقتي تيجو نغرف شوية السمسم دول اللي مش هباياهم نغرف الحمص الشام جاهزين موافقين يلا بينا ناخد الكبايات أنتوا حطين كبايات حمص الشام فين عندنا هنا كبايات حمص الشام يلا ناخد الوردارات مين عايز بالشطة مين عايز لمون كتير لونه بيرفكت عارفين اسمه إيه أنا طبعا مصر كلها عارفة بس اللي تفرجوا علينا حلبس وأنا بتفرج زمان على الأفلام والمستسلات المصرية كنت قاعدة أقول هي إيه الحلبس لحد إيه فين وفين لحد معرفت إنه الحلبسة هي حمص الشام تعالوا نحط يلا ما قلتوا ليش الوردارات مين عايز شطة لمون وشطة واحد من غير شطة والاثنين بلمون إذن هناخد الخليط ده ونحط لمون لمون والإقبال على الشطة أكتر هحط على الكباية الكبيرة شطة الشطة إذن هنا مدوبينها مع مياه عشان تدوب على طول كمان ولا كفاية ده فولت عالي جدا هم 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 أهدوها لحد بيعزوه قوي في الكنترول نحط لمون بتحطي لها شالمون قلتولي المصصة صح تتشرب دي يعني زي العصير مش بس تتاكل بتحطته هالي فان هنا يلا بينا يعني صفرة نقنقات شتوية خطيرة تعالوا نحطهم هنا أنا هغرف لنفسي بالفاصل وندوق لما نرجع هتونحط الباقي هنا بس عايزين نبص على السحلة بقوا تقل شكله بيرفكت بيرفكت بسحلة ببصوا شايفين لونه طالع رائع أنا هدوق بس عشان أزبط السكر تشوف نسبة السكر اللي حتناها مزبوطة ولا لا بصوا قوامه هو ده شايفين يتقل عن كده بيرفكت نحتاج سنة سكر نحط له سكر بودرة مإنه إحنا حطين سكر بودرة نعمل واحد سادة واحد مكسرات برضو يلا بينا طب أقولكم إيما نطلع فاصل ونرجع نروأ شوي الزحمة دي وأكون غرفة حمص الشام ونصب السحلب وندوق إيه رأيكم موافقين يلا بينا لأنا قد شتوية بامتيازي يعني صفرتنا بعد الفاصل حتشوفوها كده عمرانة حتشاهيكم موسيقى 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 صحلب طالع خطير صحلب لإنه فيه ساعات من روح أماكن نطلب صحلة بيجي مهلبية خفيفة ده ترملته طعم المستكة السمسم هو كده متكسر مظبوط سكره خفيف أفضل نسيبه سكره خفيف واللي عايز يزود قالوا لي برضه أنه في الهوي برضه بتحط عليه ساعات فاكهة موز ومكسرات أنا عن نفسي بحبه بالمكسرات بس هنقطع برضه هنعمل كل النهاردة الطلبات ويطلبه المشاهدون من أنقات الشتاء هنقطع الموز ده فخفخينة السحلة بها نحطها كده قلنا شوية سعرات مش عايزين نزود سعرات كتير هتنحط له ايه تحطوا ايه مكسرات يلا بما أنه ده طلبكم نحط له سوداني شوية نحط له مثلا فصدق شوية زبيب وقادي أول واحد والتاني أنا عن نفسي هحط له شوية فصدق شوية بحب معه جوز هند وبس أنا محبش الزبيب في الحلويات بحب الزبيب في الحوادق صراحة بحس بيعمل توازن بحب الزبيب في الحلويات Osقى بحب الزبيب في الحلويات